السلام عليكم. بنقول سلام عليكم اخوانا. ازايكم? عاملين ايه? كويسين? يا ابني رد علي كويسين? طب اقول الحمد لله. الحمد لله. النهاردة بقى دكتور يونت كام. يونت 2 بارت 1 الجزء الاول. عن ايه بقى يا دكاترة يونت 2 بارت 1. بص بقى دكتور. الجرامر بتاعنا النهاردة عن ايه? عن ايه يا طرح? ازبط لكم بس الاقلام واقول لك الجرامر عن ايه. الجرامر يا ولاد. عن تنس اسمه. الله استنوا يا مقفل بتاعنا دي بتحسن بتكتبه واحدة. اهو اهو. عن تنس يا جماعة اسمه باست بيرفكت سيمبل. باست بيرفكت سيمبل. الماضي التام البسيط. وكالمعتاد اول حاجة عايزين نعرفها في التنس ده هي الفورم. الفورم يعني شكله. تكوينه. وكالمعتاد في جلمة فورم دي لما بنسمعها بندور على شكلين? بندور على الفورم اللي اسمه اكتف. بندور كمان على الفورم اللي اسمه ايه? الفورم اللي اسمه باسف. زي ما بنعمل كل مرة? طب الباست بيرفكت ده الاكتف بتاعه. الاكتف بتاعه حضرتك تبدأ بسبجكت. تبدأ بالفاعل. وتلاقي فيه هاد والباست بارتسب. سبجكته هاد والباست بارتسب. ما فيش بقى هاز و هاف بتاعت المحاضة اللي فاتة. طب والباسف بتاعه. الباسف بتاعه تقنبادئ بالابجكت. الابجكت ده اللي هو الايه? المفعول مش الفاعل. وبرضه تلاقي لنا هاد. بس تلاقيها هاد بين والفير بيتعامل باست بارتسب. اوبجكت هاد بين والباست بارتسب. تبدأ كده الشكلين بتوع. الشكل الاكتف والشكل الباسف. اللي اتنين مميزين بهاد. يعني من نهارده ما فيش كلام خالص عن هازو هاف. حلو? الا اهم بقى. ظهرك وراء بقى كده وتعدل لي وفوق معي. الباست بيرفكت سيمبل ده ده تبا استخدمه في ايه? قال لك ده تستخدمه. لما تلاقي في الجملة بص كده. لما تلاقي في الجملة ايه? يعني كام حدث? تلاقي حدثين. بس على الاقل. حدثين على الاقل. بس دول هما اللي اتنين حصلوا في الماضي. يعني حدثين حصلوا وانتهوا في الماضي. وقال لك الحدثين دول. بنلاقي فيهم واحد. يعني حصل الاول. وفيهم واحد تاني سكند. اللي هو الحدث الكام? اللي هو الحدث التاني. واحد واحد سكند. بمعنى تاني. بمعنى تاني. الحدثين دول. بنلاقي فيهم واحد اكشن. واحد اكشن ايه? before another. يعني ايه وان اكشن before another. يعني تلاقي حاجة حصلت قبل حاجة. حاجة حصلت قبل حاجة. مسلا خلصت مبارح المحاضرة. خلصت مبارح المحاضرة وروحت. ايه اللي حصل اول? ان انا خلصت المحاضرة. يبقى ده اسمه. ايه اللي حصل بعد كده? روحت. يبقى ده اسمه سكند. سامحته عشان اعتذلي. سامحته عشان اعتذلي. كم اكشن دول? فين الفيرست? ايه اللي حصل اول? ان هو اعتذلي. يبقى ده اسمه فيرست. طب ايه اللي حصل لما اعتذلي? سامحته. يبقى ده اسمه سكند. رحت للدكتور عشان كنت عيان. رحت للدكتور عشان كنت عيان. ايه اللي حصل اول? ان انا كنت عيان. يبقى ده اسمه فيرست. ايه اللي حصل بعدها? رحت للدكتور. يبقى ده اسمه سكن. كل الشغلانة النهاردة كده. كل الشغلانة النهاردة نفيه حدسين على الاقل في الماضي. دول فيهم حاجة حصلت قبل حاجة. منتاز? قول لي منتاز. منتاز. ايا مستر يعني اعمل ايه يعني بعد ما رتب? بعد ما ترتب يا دكتور وتعرف فين الفرست وفين السكند? كل اللي انا عايزه منك ايه? ان هو ده اللي تعمله لنا باست ايه? هو ده اللي تعمله لنا باست بيرفكت. اللي احنا جايين نشرحه النهاردة. حاجة اللي حصلت الاول. طب والسكند ده. قالك السكند ده. تم عامله لنا باست برضو. بس قالك تعمله لنا باست ايه? قالك تعملهن باست سيمبل الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط التصريف التاني بتاع زمان. اللي احنا اخدناه برضو فين اتوان. يبقى دكتور الشجران النهاردة كلها شجران الترتيب احداث. شوف لي فين الفيرست واعملوا باست بيرفكت. شوف لي فين السكند واعملوا باست سيمبل. تخيل اننا النهاردة مش عايز منك حاجة تاني والله. يعني انت النهاردة في الجرامر يعني. لو عرفت ترتب لي. الفيرست وتعمله باست بيرفكت. والسكند وتعمله باست سيمبل ما دي بسيط يبقى احنا كده متشكرين. فمثلا مثلا يعني. لو جيت قلت لسيادتك ايه? بص كده. لو جيت قلت لسيادتك افتر اي سبيس قاما اي سبيس. و جيت في الاسبيس الاولاني قلت لك تختار ولا هادفينشت. و جيت في الاسبيس التاني ده قلت لك تختار لفت ولا هادليفت. الجملة دي ببساطة بدأ بكلمة افتر. وحب يقول لنا انا بعد ما خلصت مسيت. رد بقى علي انت يلا. هو فين الفيرست? الفيرست ان انا خلصت اهو. طب وفين السكند? السكند اللي انا مشيت اهو. كده انت رتبت. كده الحمد لله انت عملت اللي عليك. طب الفيرست ان انا خلصت. بي تعمل باصد سيمبل او الي تعمل باصد بر فيكت? يتعمل یبقى الانسر فنشد ولا هادفنشد. يبقى الاجابة هادفنشد. طب السكند ان انا مشيت. طب السكن دي بتعامل تنسى ايه? بتعامل باست سيمبل. تبقى لفت ولا هاد لفت? يبقى لفت. لان الباست سيمبل ده التصريف الكام? ده التصريف التالي. تخيل ان هي الشغلانة النهاردة بالبساطة دي. كل شغلانتك النهاردة. اعرف لي فين الفرست? وفين السكند? وبعد كده نرتب. طب مثلا بص الجملة اللي جاي يعني. لما اجا اقول لي سيادتك ايه? لما اجا اقول لما اجا اقول لي سيادتك ايه? before I space to bed, comma, I space my lessons. before I space to bed, I space my lessons. ويجي في اللي choices في اللي الاسبيس الاولان. يقول لك تختار ونت ولا هاد جون. في الاسبيس التاني. يقول لك تختار ده يا دكتور المرة دي بيقول لي ايه? المرة دي بيقول لي before. هو before يعني ايه? before يعني قبل. فالجملة دي معناها قبل ما دخل انام ذاكرت دروسي. كما اكشن دول? two actions. ده برتب هوم لي يلا. فين الفيرست? فين اللي حصل اول? اه الفيرست هو. ان انا ذاكرت دروسي. طب وفين السكند? السكند اللي انا دخلت نمت. صح? ده الترتيب. شوزاكر الاول. طب الفيرست اللي هو زاكر دروسه. بيتعامل باست سيمبل ولا باست بيرفكت? رد علي بقى اكلمي. باست سيمبل ولا باست بيرفكت? اه باست بيرفكت. يبقى استادت ولا هاد استادت? يبقى هاد استادت. طب السكند السكند ان انا دخلت نمت. يتعامل باست بيرفكت ولا باست سيمبل? يتعامل باست سيمبل. يبقى الاجابة ايه? يبقى الاجابة وانت. طب بلاش دي. بص الجملة اللي جاية دي. يجي يقول لك ايه? يجي يقول لك طب وين لما انا وصلت المحطة? كما the train space واي ميس ديت. اي ميس ديت يا جماعة ان الاطر فاتني. بيقول لك when i space the station the train space i ميس ديت والاطر فات. في الاسبيس الاولين يقول لك تختار ريتشد ولا هاد ريتشد. في الاسبيس التاني يقول لك تختار موفد ولا هاد موفد. هي الجملة دي يا دكتور معناها ايه? المرة دي هو بيقول وين مش كده? الجملة دي معناها. لما انا وصلت المحطة القطر ايه? القطر اتحرك. فاي ميس ديت. اي ميس ديت دي يعني ايه? لحقت ولا فاتني? اه القطر فاتني. لما انا وصلت المحطة القطر اتحرك فالقطر فاتني. رتب لي بقى يا دكتور. رتب لي انت. هما دول كم اكشن? ايه اللي حصل الاول? انا وصلت الاول ولا القطر ميش الاول? اه القطر ميش الاول. وانتش عرفك ان القطر ميش الاول عشان القطر فاتني. ده بيبقى السكند فين? السكند ان انا وصلت. فاهمين يا جماعة? طب طالما احنا رتبناها يلا. الفرست اعملو ايه? اللي حصل الاول? يبقى الانسر هاد موفد. طب السكند اعملو ايه? يبقى الانسر ريتشت. طب لو نفس الجملة دي هي 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 هي. هبص على دهارة اتانية اهو. بيقولك. واجي في الاخر اقولك. اي كوتت. اي كوتت دي يعني ايه يا دا كاترة? يعني انا لحقته. نفس الجملة ايه? لما انا وصلت المحطة. ده انا حلتها لك كمان. ده استنى مش عايزين نحلها ده. ترين سبيس. اهو. لما انا وصلت المحطة القطر اتحرك. بس في الاخر المرة بيقولي اي كوتت. انا المرة لحقت القطر. هل ترتيب الاكشنز كده اختلف? اه كده الترتيب اختلف. طب رتب لي بقى. رتب لي بقى. كده فين الفيرست? ايه اللي حصل اول? اه كده الفيرست ان انا وصلت المحطة. والسكند فين? السكند ان انا القطر اتحرك. مصد الترتيب اختلف ازاي? طالما ده الفيرست. الفيرست ده. يبقى دي هعملها ايه بقى? اعملها هادريتشد. طب واللي هناك ده السكند اعملها نموف. يبقى دكتور النهاردة الموضوع في منتهى البساطة مهما لفه لعب علي. يعني هو الحركة المرادية اللي عملها ايه? ان في دي كان ايه الاي مز ديت القطر فاتي. في دي الاي كوتت انا لحيط القطر. السنة خلالة ما انت حكش علي. انا فاهم مش حافظ. انا فاهم مش حافظ. انا فاهم ان انا بشوف الفيرست فين? واعمله باست فير. واشوف السكند فين? واعمله باست سم. طب تعالى نبص على الجملة اللي جاية دي. لو جيت قلت لسياتك ايه? بص كده. لو جيت قلت لسياتك. ايه سبيس هم. بكوز هي سبيس. ايه سبيس هم بكوز هي سبيس. واقف الايه السبيس الاولين. اقول لك تختار. فورجيه والهاد فورجيهن. واقف التاني. اقول لك تختار ولا الجملة دي يا دكتور واحد بيقول انا سمحته. سمحته ليه? عشان هو اعتذر. انا سمحته عشان هو اعتذر. ايه اللي حصل الاول? اعتذر الاول. ايه اللي حصل بعد ما اعتذر? انا سمحته. حل بقى يلا. يبقى الفرست ان هو اعتذر. ابلوجايز ولا هاد ابلوجايز? ما تحل انت بقى قولي يا دكتور? ابلوجايز ولا هاد ابلوجايز? اه هاد ابلوجايز. طب السكند ان انا سمحته. يبقى فورجيف ولا هاد فورجيفن? اه يبقى الاجابة فورجيف. طب بص الجملة اللي جاية دي. يقول لك طب ابلوجايز بموغرد ان. ابلوجتي ابلقائيه فورجيف. لو اعتذر ان معنى الجملة دي بمجرد ما وصلت البيت أدركت أن شاءتت سارقت ويجي في الاسبيس الأولين يقول لك تختار ويجي في الاسبيس التاني يقول لك تختار هاد بين ربط ولا واز ربط ربط يعني تسارقت ها هو الجملة دي بيوح بيقول لك بمجرد ما وصلت البيت أدركت أن الشقة تسارقت كيف أكشن دول؟ تلات؟ ايه أول حاجة حصلت؟ ايه أول حاجة حصل؟ آه الشقة تسارقت متقوليش بقى أن أول حاجة حصلة أنا وصلت البيت؟ ما تبقى إش مغاف هو أنا وصلت البيت فأدركت أن الشقة تسارقت يبقى اول حاجة حصلت ان الشقة تسرقت. وبعد كده انا وصلت البيت فقدراكت. طب يبقى كده رتب لي بقى. يبقى اه يبقى ده الفيرست. ان الشقة تسرقت. وده السكند ان انا جيت البيت فقدراكت. فاهمين يا جماعة? طب طالما الشقة تسرقت ده الفيرست. يبقى هاد بين رابد ولا ولا واز رابد? اه هاد بين رابد. اخو بقى لك ان الجملة دي باسف. طب السكند ان انا وصلت يبقى ولا هاد ريتشد? يبقى ريتشد. كل الاجزامبل دي. كل انا عامله على البردة. في الاخر انا عايز اقول لك حاجة واحدة. فين الفيرست? واعمله باست بيرفي. فين السكند واعمله باست السم. طب تعال نشوف تاني. بص كده بص بص بص. لما اجا اقول لك ايه? لما اجا انتل او تل اي سبيس ذا كوستشنز. اي سبيس انتل اي سبيس ذا كوستشنز. انا عايز اقول لك انا مجاوبتش غل لما اريت. المرة دي رابطنا بايه? بتل وعن تل. في الاسبيس الاولين. يقول لك تختار. دي دينت انسر. ولا هادنت انسرد. في اللي سبيس التاني يقول لك تختار. رد ولا هاد رد. هي الجملة دي يا دكتور راح بيقول ايه? انا ما حلتش. ما جاوبتش غل لما اريت الاسئلة. يبقى ايه اللي حصل اول? اه اللي حصل اول انه وقارى الاسئلة. واللي حصل بعد كده انه هو بدأ يرد. يجاوب على الاسئلة. طالما ده اللي حصل اول. يبقى رد ولا هاد رد? اه يبقى جابتي هاد رد. طب انا ما ردتش على اسئلة. يبقى دينت انسر ولا هاد انت انسرت? يبقى دينت انسر. خب قولك يا جملة معناها انا ما ردتش ما جاوبتش غل لما اريت. يعني اريت وعا كده جاوبت. فاهمين? بس هو تلو غالبا تلاقي اللي قبلها كده معمول نيجاتيف. تلاقي معمول نافي. بس مش دايما. يعني مسلا لما اجا اقول لك ايه? بص الجملة اللي جاية دي يا ابني. لما اجا اقول لك اي سبيس. او تل ذاي سبيس. انا مردت عايز اقول انا استنيت لغاية ما هم جمع. لغاية ما هم وصلوا. في الاسبيس الاولين يقول لك تختار ويتد ولا هاد ويتد. في الاسبيس التاني يقول لك تختار ارائفت ولا هاد ارائفت. هي الجملة دي يا دكتور. هي فيها تلو عن تل برضو. بس الجملة دي معناها ايه? انا استنيت لغاية ما هم اوصل. ايه اللي حصل اول? اه اللي حصل اول ان انا استنيت. طب و ايه اللي حصل بعد ما انا استنيت? هم اوصل. وانا افضلت مستني لغاية ما هم جمع. مش كده? بص الترتيب اختلف ازاي? رغم ان هم نفس الكلمة تلو عن تل برضو. فانت ما يشغلكش بقى القعدة بتاع التلو عن تل. انا يشغلني الزمن نفسه. الترتيب بتاع الاكشنز. طالما انا استنيت الاول. يبقى ويتد ولا هاد ويتد? يبقى دي هاد ويتد. طب بقى انا بعد كده هم اوصلوا. اه تبقى يبقى مهما لف ودار عليك يا دكتور. انا بقى فكر بطريقة واحدة. فين وفين السكن? فين وفين السكن? طب بص الجملة دي كمان. لو جيت قلت لك ايه? by the age of seven. I space to swim. by the age of seven. I space to swim. ويجي يقول لك في the choices. تختار learn it. ولا هاد ليرنت? ولا هاف ليرنت? اولا يا دكتور ايه الحاجة الغريبة في الجملة دي? يعني ايه المميز في الجملة دي عن كل الجمل? اه ان انت مستى المرة دي مش كاتب الا فيرب واحد. صح? في كل جملة كان بيبقى فيه فيربين كزا اتنين اتنين هما اتنين. المرة دي يعني two space يعني كان فيه بحط لك space واحد واثنين. عشان نقعد نرد. المرة دي هو space واحد. السر في الجملة دي بقى. كلمة by. يا by دي معناها ايه يا دكتور? by دي يا دكتور معناها before. معناها قبل. يبقى الجملة دي معناها ايه? اه قبل ما تم سبع سنين. قبل ما تم سبع سنين. ايه اللي حصل? اتعلمت عوم. اتعلمت السباح. قبل ما تم سبع سنين اتعلمت عوم. ايه اللي حصل اول? اه اتعلمت عوم. وبعد كده تميت السبع سنين. يبقى يا دكتور الجملة دي الجملة دي. في لدي فكرة قبل ما تم سبع سنين اتعلمت السباحة. يبقى انا اتعلمت السباحة الاول يبقى انا محتاج. يبقى انا محتاج ايه? فاهمين? تمت السباحة الاول بعد كده تميت السباحة سنية. فين انا? يبقى الاجابة. يبقى انت دايما يا دكتور دايما. كل ما تلاقي الجملة فيها وبعدها اي وقت في مثلا اقول لك قبل الفين وعشر. كل ما تلاقي وبعدها الكلام في فترة قديمة يعني لازم تحط كما وتعمل لنا الفيرب ايه? وتعمل لنا الفيرب باست بيرفكت. كل يا جماعة الكلام اللي انا بقوله ده. كل الراغي اللي انا عمال اللي راغي ده. لو جيت رجعت لاصل الموضوع كان ايه? اصل الموضوع. الماضي التام البسيط. حداثين في الماضي. فيهم حاجة حصلت قبل حاجة. الفيرست باست بيرفكت والسكند يتعامل صح? مهما لفينا ومهما دورنا في الاخر هي تلعت الفكرة بالشكل ده. كل دي بقى ده وده كل ده في الاخر عشان يوصل لك الفكرة دي. يبقى النهار ده يا دكتور اصل الموضوع? فين الفيرست? وفين السكند? فين الحدث الاول? وفين الحدث التاني? منتاز? قل لي منتاز? منتاز. تعالى بقى يا دكتور. يجي في اللي امتحانات بقى. يقول لك انت مش فهمت يا حبيبنا? ايوة. وحفصت يا سيدنا? ايوة. يقول لك تبحل يا عمنا. هات يا عم. يجي يقول لك طب افتر سبيس كما اي لفت. افتر سبيس كما اي لفت. ويجي يقول لك تختار لي هنا ايه. افتر ايه بقى اي لفت. يقول لك هل تختار? فنشت? ولا هات فنشت? ولا سهلا يا مستر. مش دي معناها بعد ما خلصت مشيت? ايوة. يبقى يا مستر انا خلصت الاول. يبقى يا مستر اعملها هات فنشت. مغفل. قول لي ليه? يا ابني قول لي ليه? لان الجملة دي فيها حاجة ناقصة. ايه اللي ناقصة? بعد افتر هنا? بعد افتر هنا. مفيش سبجكت. بعد افتر مفيش ايه? مفيش سبجكت. مفيش فاعل. وطالما بعد افتر يا دكتور مفيش سبجكت. يبقى نعمل ايه? يبقى انت اضيف للفرب اي نجي. اللي هو الشكل اللي اسمه جيراند. فين الجيراند بقى هنا? اه يبقى الاجابة فينيشنج. يبقى يا دكتور اول اكسبشن النهاردة انك لو لقيت افتر او بفور. افتر او بفور. بعديهم مفيش سبجكت مفيش فاعل. انت اضيف للفرب اي نجي على طول. يبقى مثلا لو يجي يقولك طب بفور بفور سبيس تبد كما اي هاد سطاديد. بفور سبيس تبد اي هاد سطاديد. ويجي يقولك تختار. جو ولا وينت ولا جوينج ولا هاد جون. مش الجملة دي معناها قبل ما ادخل انام ذاكرت. ايوه. يبقى يا مستر انا ذاكرت الاول. وانت عاملها هاد سطاديد هو قطر خيرك. اه. ودخلت انام ده السكند. ايوه صح. يبقى يا مستر انا محتاج وانت. مغافل. لسه انت مغافل. قول لي ليه? يا ابني قول لي ليه? عشان بعد بفور هنا يا دكتور. بعد بفور هنا. في حاجة نقص. ما فيش سبجكت. لا في اي ولا هي ولا شي ولا اي ولا دي. طالما ما فيش سبجكت يبقى نضيف للفرب. اي نجي. يبقى اجابتي ايه? يبقى اجابتي جوينج. ويجي في جملة كمان يقولك طب ايه? يقولك طب اون اون. اون سبيس. في اكسدنت. اون سبيس. في اكسدنت. اي فانت. اول ما شفت الحادسة اغم علي. قصد انا قلبي ضعيف. ما بيستحملش. يجي يقولك تختار سو. ولا هاتسين. ولا سينج. ولا سينج. يا مستر هي مش اون دي. حرف الجر اللي معناها على. ده كان زمان يا دكتور. هي اون حرف جر اه. بس هنا حرف جر معناها وين. عندما. بيسموه بالعربي عنده. عنده رؤية الحادس فقبت الوعي. اول ما شفت الحادسة اغمن علي. ايه يا مستر هي انا اعمل ايه? طالما في اون ديفل الفرب اينجي. يبقى اجابتك فين? يبقى اجابتي سينج. يبقى كده يا دكتور فيه تلات حاجات بجيب بعديهم الفرب اينجي. افتر وبيفور لو ما جايش بعديهم وكلمة اللي معناها عنده. واخد بالك ان كلمة دي بتفيد السبيد. السبيد يعني السرعة. اول ما شفت الحادسة فقط الوعي. اغمن علي. طب بص الفكرة اللي جاية ديا يا دكتور. يجي يقول لك طب having having space. كما. I I called the police. I called the police. طب having ايه مش نوضح having ايه. مش معقولة يعني. بص بص بص. هي يقول لك having space the accident. اهو. كما. I called the police. having spent the accident I called the police. بعد ما شفت الحدسة اتصلت بالشرط. ويجي يقول لك ايه? بص يا دوت تركز معاي. يجي يقول لك تختار. نفس الشايس اللي فوق. so ولا هاتسين ولا سينج ولا سينج. ايه يا مستر هافنج دي? هافنج دي يا دكتور كوننكتور معناها افتر. معناها بعد. زي ازي افتر بالزبط. يعني الجملة دي معناها بعد الحدسة اتصلت بالشرطة. بعد ما شفت الحدسة اتصلت بالشرطة. بس اللي بيميز هافنج ايه? اللي بيميز هافنج من الفيرب اللي بعدها بعمله past participle. ال past participle التصريف الكام? التالت من غير حتى هات. يبقى فين الاجابة? so ولا هاتسين ولا سينج ولا سينج? اه يبقى انا اجابتي سين. يبقى دكتور لما تشوف تستخدم اللي هو الفيرب بلاس ing. تشوف هافنج يبقى بعدها بس تاخد بالك. ان هافنج ده معناها ايه? ده معناها افتر. ده معناها بعد. مش تبقى يا فرحتي حافزها وخلاص. لان لازم لان ممكن يقوم عامل ايه? بص كده بص بص بص. ممكن يقول لك طب هافنج هافنج جراجويتد اي سبيس ابرود. هافنج جراجويتد اي سبيس ابرود. ويجي يقول لك تختار. ترافلد. ولا هات ترافلد? ولا ترافلينج? ولا ايه كمان? ولا ترافلينج? حلو كده? اهو. بص بقى يا دكتور. المرة دي هو عمل ايه? هو ادك هافنج. مزبوط. وعارف ان انت حافزها ان هافنج بيجي بعدها باس بارتسبل. اما قال لك رايح نفسي. الباس بارتسبل اهو. هو ادهولك. بمعناها خرقت. هافنج جراجويتد اي سبيس ابرود. وقام شغل دماغه عليك. وقال لك الفيرب التاني بقى اعمله ايه? هو عايز شغل دماغه عليك بس انك دماغي شغالة من قبله. فالجملة دي معناها بعد ما تخرجت سافرت برا مصر. يبقى اللي حصل ايه? بعد ما تخرجت سافرت برا مصر. يبقى اتخرج الاول. وبعد كده سافر برا مصر. يبقى ده السكند. يبقى ده حدث التاني. فاهمين يا جماعة? فانت ما تحفظش? ما تحفظش وخلاص. طالما ده السكند يبقى الاجابة فين? هاي بقى الاجابة لان انا بقى ارجع بقى الاول للمحاضرة. السكند اكشن بعمله باست ايه? بعمله باست سيمبل. طيب. خد بقى لك كل دي هاشتاجات. هاي كل دي افكار استثنائية. قلنا افتر وبيفول لو ما جاش بعدهم اضيف لفيرب ايني جي. قلنا اضيف لفيرب بعدها ايني جي. قلنا هافنج اجيب بعدها الباست بارتس. طب بص الفكرة اللي جاية دي. يجي يقول لك. طب it was only when i space that i space. it was only when i space that i space. ويجي في الاسبيس الاولين يقول لك تختار. في الاسبيس الاولين يقول لك تختار finished ولا had finished. هي الجملة دي يا دكتور معناها ايه? او فيها ايه المميز? اه فيها شكل اسمه it was only when. وهنا امرابط لي بكلمة اسمها ذات. عارف it was only when دي على بعضها معناها ايه? it was only when مع ذات معناها after. يبقى الجملة دي معناها ايه? معناها بعد ما خلصت مشيت. بس بدلا ما يقول كلمة after التقليدية بتاعت زمان. اما عامل الفورم اسمه it was only when. بيقول لك it was only when i a that i a. نفس رتبك رتب الكلام. فين first اهو الفورست اهو. وادي السكن ده اهو. اللي بتاعت نقول للمحاضرة. الفورست بتعامل تنسي ايه? past perfect اهو يبقى هاتفنش. السكن تنسي ايه? simple اهو تبقى left. نفس القضب الزب. بس اللي بيخض فيها ايه? ان دي بدأ بحاجة اسمها it was only when. على بعضها كده. وان هو بيربط معها بكلمة ايه? بيربط معها بكلمة اسمها ذات. هي الفورم ده اسمه كده. وقال لك كمان ممكن مكان it was only when di. ممكن تستخدم شكل اسمه بص كده. شكل اسمه it wasn't until. it wasn't until طبعا until او ايه? او till. وبرضه تقول نفس الجملة وتكمل برضه بكلمة ايه? بكلمة ذات وتكمل بعدها second action. يبقى الفورم ده اسمه ايه دكتور? اسمه it wasn't until. قول بكلمة ذات. طيب وقعدتها ايه? هي نفس القعدة بالزبط. يبقى برضه اقول هنا ده first action واعملها head finished. وده second action واقوم اعملها left. حلوة كده. اخر حاجة بقى. يجي يقول لك ايه? ده example بالبعنة. ايه had no sooner finished then i left. زين دي تبقى than. اهو. than i left. ودي تبقى i left. يعني امشي 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 امشي. مصد دكتور than i left. ركز بقى معي. انا كتب اي had no sooner finished then i left. اولا الجملة دي معناها بعد ما خلصت مشيت. بس ايه الغريب في الجملة? انا كل ده بتكلم من غير المايك يا ولد. المايك وقع? انا كل ده بتكلم من غير المايك. مش عارف بقى الصوت كده واضح ولا مش واضح? يا خلق هو. يا ناس بتكلم من غير المايك. الصوت ده كده واضح ولا مش واضح? ولا هنعيد الكلام كله. الصوت يا شغل? كنت سمعني? اه طيب الحمد لله. يعني من غير المايك وسمعني? طيب لا 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 اشعوزة ولا ايه حاجة. ايه الغريب بقى في الجملة دي? الغريب ان في كلمة اسمها no sooner ومكملين بكلمة اسمها than. الكلام اللي في الكتب يقولك no sooner than دي معناها لم يكد حتى. لم يكد حتى. بس طيب انا عايزك تعرفوا ايه بقى? ان النصونار than دي معناها افطر. وراح دمارك. طب ما كانها فين نصونار? جات فين? اه جات ما بين هات والباست بارتسبر. وقمنا رابطين بكلمة ايه? بكلمة than. وقال لك كمان ايه? بدل نصونار دي كان ممكن تستخدم كلمة اسمها هاردلي. وممكن تستخدم كمان كلمة اسمها سكرسلي. حلو? ايه نصونار وايه هاردلي وسكرسلي دول? هما هما نصونار بالزبط. بس سألك دول تكمل معاهم بايه? تكمل معاهم بوين. بقى كده تكمل الجملة عادي. يبقى يا دكتور. يبقى يا دكتور في عندك تلك كلمات زي بعد. بس النصونار بكمل بمين? بذان. هاردلي وسكرسلي بكمل بمين? بوين. طب ومعناهم ايه كلهم? معناهم افطر. ومكانهم ما بين هاد والباسبرت يصبح. بس سألك بقى ليهم شكل استثنائي? لو بدأت ابن سونر. ايه ده مستونار انفى عبد ابن سونر? اي انفى. بس لو بدأت ابن سونر تأكس الترتيب. فبدل اي هاد تخليها لنا هاد اي. بدل هي هاد هاد هي. بدل شي هاد هاد شي. بدل وي هاد هاد وي. نو سونر هاد اي فنشت وتروح مكمل برضو بكلمة ايه? ذان اي لفت. نو سونر كل اللي حصل لانها جات في الاول. طب لما جات في الاول ايه اللي تشعلب? ايه اللي تغير? بدل اي هاد خليتها هاد اي. يعني جبنا الهيلب نجفر بقى كده الصبر. وبردو نفس الكلام. ممكن نو سونر كنا نخليها ايه? هاردلي. وكان ممكن نخليها بس لو ده حصل بدل بنخليها ايه? بنخليها وين? وكل الكلام ده في النهاية معناه بعد ما عملت كزا عملت كزا. كده حضرتك سمعت الاستثناءات والاشكال الغير تقليدية في موضوع آخر جزء في الجرامر يا دكتور عشان نحل بقى. هو التنس اللي احنا عمالين بنرغي فيه بقى لنا ساعة ده. بتكلم عن ايه? اسمه ايه? كان اسمه ايه اصلا? اه كان اسمه باست بيرفكت سيمبل مش كده? قالك فيه تنس بقى يا دكتور اسمه باست بيرفكت كونتينيوس. اسمه ايه بقى سمعني كده? باست بيرفكت كونتينيوس. ماضي تام مستمر. يا مستر ده. قالك ده بتقنبادئ بسبجكت وتجيب لنا كلمة هاد. مستر معلش احنا اسفين ما التاني كان فيه هاد. قالك ده بقى بيبقى هاد بين والفير بلاس اي ان جي. سبجكت وهاد بين وفير بلاس اي ان جي. طب وده يا مستر استخدمه في ايه? قالك ده تستخدمه مع الفيرست اكشن. مستر انت بتهزر. ليه يا ابني? يا مستر مش الفيرست اكشن ان الحدث الاول. ايه. طب مستر الباست بيرفكت سيمبل اللي كان من شوية. كان مع الفيرست اكشن برضو. مع الحدث الاول برضو. قالك ايه بقى يا دكتور? قالك ده بس تخدمه مع الفيرست اكشن الحدث الاول. ركز 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 ركز. مع الفيرست اكشن اللي فيه ديوريشن. الفرست اكشن اللي في ايه? ديوريشن. الفرست اكشن اللي في ايه? ديوريشن. انا مستنيك تقول معي. مش هبطن غير لما تقول. الفرست اكشن اللي في ايه? منتز. يعني يا مستر ديوريشن. نفتكر بقى دي كانت المحاضرة اللي فات الاسبوع اللي فات. الديوريشن اللي هو المدى. الديوريشن اللي هو الاستغراك الديريشن اللي هو الفترة الزمنية يعني عايز حدك تشوف الحدث الاول اخد وقت ولا لا اخد وقت يبقى فيه ديريشن تعمل هلنا كونتينيوس فمسلا مسلا after i space three hours i went to bed بعد ما افضلت اذاكر ثلاث ساعات دخلت نمت بص اللي تشويسز يا دكتور وحلوة اللي تشويسز يقول لك تختار had studied ولا had been studying ولا studied رتب معايا الاول بعد ما زاكرت ثلاث ساعات دخلت نمت فين الفرست اكشن زاكرت اهو ده الفرست فين الساكند وينت انا حللها لك وينت اهو اللي قبل اللي بنلعب من اول المحاضر يبقى مبدئيا استدد دي مش معايا السؤال بقى لو عملتها had studied بانا بعملها simple عملتها had been studying بانا بعملها continue صح السؤال بقى هي المذاكرة هنا اخدت وقت اه اخدت وقت اخدت وقت اخدت وقت ادي اهو three hours يا مستر او يبقى في ديوريشن انا ما فيش اه في ديوريشن في مدى في استغراق قالك طالما في ديوريشن يبقى تعملها لنا continue يبقى had studied ولا had been studying اهو had been studied after i space three lessons comma i went to bed after i space three lessons i went to bed اهو انت يا مستر كده المدرسين غوين يقرروا الجمل انا يا ابني قررت ايا مستر انت رس كاتب نفس الجملة دي فين يا ابني مستر فوقها اهو طب بص تركز كاتا انا في الجملة الليقولها كنت قالت three ايه اه three hours ثلاث ساعات انا في الجملة دينا بقولي three lessons ثلاث دروس ودي اللي choice ازا هي يقول لك تختار had studied ولا had been studying يا مستر هي هتفرق ما هو ذكر three lessons ثلاث دروس يعني فيه duration لا يا دكتور three lessons دول قلنا لك الاسبوع اللي فات اسمهم how many times how many times يعني كم عدد المرات مش duration هو عايز يقول لي ذكر كم درس مش ذكر كم ساعة انا مستر عايز تقولي انك بتزعق لنا ليه عايز اقول لك لما يكون فيه how many times عدد المرات اشتغل بالsimple مش القانتيز لان غرض الجملة اختلف تفيني السمبل هنا هيبقى جبتي had studied طب بص الجملة دي اخر جملة خلاص واسيبك بقى عشان نحل بقى اه اخر جملة بيقول لك ايه بيقول لك طب وافضل اخضر كم تخبط امران ذكر ش امران 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 الصغط بقى عشاء الخنظ اMer امران خرف امران امران ولا هاد اوند? ولا هاد بين اوننج? الجملة دي واحد بيقول بعد ما امتلكت العربية عشر سنين بعتها. هلت الاصل. بعد ما امتلكت العربية دي عشر سنين. ايه اللي حصل? بعتها. فين اللي حصل اول? ان امتلكت العربية عشر سنين. اهو. يبقى انا عايز يبقى انا هشيل اوند دي برا. ابقى لي هاد اوند وهاد بين اوننج. سهل يا مستر. هو امتلك العربية قد يا مستر. عشر سنين. مستر يبقى صح. يبقى اعملها مغفر. ليه يا مستر كده? ليس ادم تاني? ليه يا مستر هتعملها سيمبل? هعملها سيمبل هاد اوند. رغم ان فيه ديوريشن عارف ليه? عشان فيرب اون ده فيرب اسمه استيتف فيرب. فاكني الاستيتف? ملكية حواس احساس معرفة يبدو وفيربتو بيه. ملكية حواس احساس معرفة يبدو وفيربتو بيه. الاستيتف اللي اشهرهم الملكية لازم تتعامل سيمبل ما تتعاملش عشان كده اتعملت هاد اوند. يبقى انا دكتور هكتب لك هنا هاشتاج صغير في الاخرى هوا. ان الفيوتشر الفيوتشر ايه? الباست بيرفكت سيمبل. الباست بيرفكت سيمبل مش ده اللي احنا خلصناه اللي هو هادو الباست بستخدمه لما يكون ما فيش مدى او فيه استيتف فيرب. فعل من افعال الحالة ملكية حواس احساس معرفة يبدو وفيربتو بيه. او ان كاتب في الجملة. هاو ميني طايمز. هاو ميني طايمز يعني كم عدد المرت. وبكده تقدر تميز السيمبل عن الكونتينيوس. كده يا دكتور يبقى احنا شرحنا الزمنين. الباست بيرفكت سيمبل والباست بيرفكت كونتينيوس. مظبوط? مظبوط. بصوا بقى. احنا سمعنا شرح الزمن. مش كده? تعالا بقى ايه? نحل عليه. يلا بينا. معك ما لزمتك با يا دكتور وفتح لنا كده على الجرامر على بيتج نمبر سيكس يلا. نمبر اون بيقول باي دا تايم ايواز تونتي سيفن اي سبيس اناف ماني تو باي اقار. باي دا تايم دي بمعنى بفور. يبقى باي دا تايم ايواز تونتي سيفن قبل ما تم سبعة عشرين سنة. اي سبيس اناف ماني تو باي اقار كنت حوشت فلوس عشان اشتري عربية. كم اكشن دول? تو اكشن. فين الفيرست اللي حصل اول? ان انا حوشت فلوس اشتري عربية. واتفقنا الفيرست اكشن بيتعامل باست بيرفكت. فين الباست بيرفكت هنا? يبقى هاد سيفت. تمام. لما شفت الراجل عجوز في الحفلة افتكرت اني شفته قبل كده. كم اكشن دول? تلاتة. ايه اول حاجة عصرت? شفته قبل كده. يبقى دا الفيرست. ما انا لما شفته افتكرت اني شفته قبل كده. فشفته قبل كده ده? هو دا الفيرست اكشن. يبقى انا محتاج الباست بيرفكت. فين الباست بيرفكت? يبقى الانسر هاد سيف. نامبر ثري بقى بدقة بنصونر. احنا قلنا لسيادتك لما النصونر تيجي في اول الجملة نعكس الترتيب. مش كده? يبقى هاف اي جون? ولا هاد اي جون? ولا وود اي جو? ولا دو اي جو? ها يبقى هاد اي جون. فور. وين اي ريتشت دا بورك. لما وصلت البورك. الجراج يعني. لما وصلت الجراج اكتشفت ان عربية تسرقت. وصلت اكتشفت ان عربية تسرقت. ايه اول حاجة حصلت? العربية تسرقت. يبقى برضو دا الفيرست اج. يبقى واز ستولن? ولا واز بين جس طولن? ولا هاد بين ستولن? ولا هاز بين ستولن? اه هاد بين ستولن. وخب لك ان الجملة دي ايه? ان الجملة دي باسيف. طب نمبر فايف. انا ما سمحوليش اسيب المستشفى. اللي لما اتحسنت. ما سمحوليش اخرج. اللي لما اتحسنت. يبقى اللي حصل اول. اتحسنت الاول. توحدين بركوا الجملة كلها تابعي نفس فكرة. عمال اللي يغير في الكلام. بس في الاخر بدور على الحاجة اللي حصلت الاول. عشان نعملها فين يبقى هاد جد. نمبر سيكس بدأ باتوازنت. واحنا اخدنا شوية اسمه ايه على بعده? اه اسمه اتوازنت انتل. مش كده? مش عارف ان عمال الراح جاي مين وشمال مين وشمال مش عارف اقفلكو فين. اتوازنت انتل. وعشان تتأكد هتلاقيه رابطنا بكلمة ايه? رابط بكلمة ذات. كنا قلنا فيه two expressions. it was only that. واتوازنت انتل. نمبر سيف. سبيس اوار ميل وليفت دا ريستهم. بعد مكلنا واجبتنا خرجنا من المطل. بعد مكلنا. فين بعد? اه مفيش يا مستر بعد. لا فيه. فيه اتنين معناهم بعد هنا. اللي هما كلمة فيه بقى وفيه هافنج هاد. يبقى دي مش معايا ودي مش معايا. انا عندي هافنج بين وهافنج ايه? وهافنج هاد. مش هافنج وهاد برضو باسبرت اجيب للمعنى بقى. وبيقول تناولنا الوجبة. تناولنا يبقى ايه? انا محتاج هافنج هاد. ويبقى هافنج بي ما نفعتش. لان فير بيتو هاف بيجب معنا ياكل. يتناول. نمبر ايت. it was only when she spit the baby. ذات. كلمة ذات هاي. ذات بتطبخ. يبقى نهيمة البيبي في السرير الاول. يبقى محتاج كل ماء ملف وضار انا بلعب لها بواحد. فين هنا? يبقى الاجابة هاد بوت. طب نمبر ناين. بعد ما حل الهومورك تفرج على يبقى هاد دون. يبقى هاد دون. طب نبص على نمبر تان. نمبر تان بيقول اي فاون ديور كوت. ديور نايس هار ها. اي فاون ديور كوت. ديور نايس هار. سبيس يو هاد ليفت ده هاصل. انا لقيت البلط بعد ما انت سبت البي. ادي هاد ليفت اهو. ده الفرست. صح? عشان كده انا عايز انا كلمة بعد. يبقى الاجابة ايه? يبقى الاجابة افتر. طب الافن. when we reached the airport. لما وصلنا المطار. we realized. ادركنا. we space our tickets at home. وصلنا المطار. فادركنا ان احنا نسينا التزاكر في البيت. يبقى ايه اول حاجة حصلت? نسينا التزاكر في البيت. يبقى ده الفرست اكشن. يبقى الاجابة هاد ليفت. طب نمبر 12. I didn't answer the question. ما ردتش على السؤال. I had read it careful. الا لما اريته. فين? الا لما. اه يبقى until. until. 13. we went to the museum. احنا كده الافكار بعملها بتكرر. تعال نغير. يعني مثلا. 14. 14. بص كده. 14 هو كاتب لنو سونر. احنا هخفزنا خلاص. نو سونر بكمل بايه? اه بكمل بذان. بكمل بذان. طب سيكستين. سيكستين بدأ بهاردلي. احنا قلنا لما يبدأ بهاردلي او نو سونر او سكرسلي بعكس الترتيب. يبقى الاجابة had we started. طيب سيفنتين. سيفنتين فيها having. having محتاجة بعدها ايه? محتاجة بعدها الباست بارتسبل. فين الباست بارتسبل? يبقى الاجابة broken. فهمين يا جماعة? في حاجات كده تبقى لطيفة. طيب انزل كده تحت شوية. يقول لك مسلا ايه? 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 كل ده نفس الافكار دي حلناها. اه 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 كل ده حلنا زيه. انا بتحول ادور لك على فكرة تكون مخدنهاش او جملة تكون صعبة شوية. كل ده تمام 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 تمام. مؤادي بتاع باي. شواز انهابي. نادا ايه برمشن اي كود انت جات اين. طيب بصوا كده على نمبر فورتي وان. كله يجب لنا نمبر فورتي وان. واحد واربين. فورتي وان يا دكتور بيقول ايه? فورتي وان واحد واربين. بيقول سبيس سبيس سينج ده سنيك شفلت سكيرت. لما شافت التعبان كانت مرعوبة سكيرت. افطر ولا وين ولا بفور ولا اون. اه هنا بقى في مشكلة. دلوقت الفيرب هنا سينج. مش سينج ده فيرب بلاس اينجي. اه. طب ما الاربعة دول بيجي بعدهم فيرب بلاس اينجي. افطر يجي بعدها فيرب اينجي. اه. طب وين اه. طب وبيفور اه. طب وان اه. طب انا كده اختار ازاي مستر. اولا كمعنى كمعنى. يخلينا استبعد بفور. اولا يعني. لان الجملة معناها لما شافت تعبان حس ان هو مرعوب. خايف. فبفور دي معناها قبل فبفور دي بعيدة. ابقى لي ثلاثة. بس اقل لك ايه بقى? قال لك ان الجملة دي معناها ان هو اول ما شافت تعبان ترعب. فالجملة دي فيها السبيد فيها السرعة. فين الكلمة اللي بتدل على السبيد هنا? اه كلمة اون. هي دي اللي فيها فكرة السبيد. فكرة السرعة. اول ما شافت تعبان خاف. يبقى يا دكتور لما تلاقي فيه فكرة السبيد السرعة على طول اون هي بتبقى افضل حاجة. طيب. امشي معايا شوية كده قدام. عايزك تروح لفين? فين? 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 كان فيه اكسرسيز تاني يا جماعة. مش موجود ليه. اه. اه بص بقى بص ستة وستين. هتقولنا ستة وستين. في ستة وستين بيقولك ايه? لما علي دخل الجامعة كان بيدرس الانجليش بقاله عشر سنين. يبقى هو قاعد يدرس الانجليش عشر سنين وبقى كده دخل الجامعة. يبقى ده الحدث الاوت صح? مصبوط. بس الفيرست اكشن هنا فيه ديوريشن. فيه مدى. فيه اللي يدرس عشر سنين لغاية ما داخل الجامعة. طالما فيه ديوريشن بقى يبقى انت عايز السيمبل ولا عايز الكنتينيس? او انت كده عايز الكنتينيس. عشان كده الاجابة فين? عشان كده الاجابة هات بين ستاديينج. هات بين ستاديينج. طب بص كده. بص كده على سبعين. بص على سبعين. نمبر ستاديين. بيقولك وي سبيس فور نيلي اناور بيفور ده باس فاينالي كيم. استنينا حوالي ساعة قبل ما البس اخيرا وصل. استنينا قد ايه? ساعة. ده الفيرست اكشن. صح? يبقى انا عايز لاما هات ويتد. لاما هات بين ويتن. هات ويتد بقى ولا هات بين ويتنج? هو بيقول استنى ساعة. يبقى فيه ديوريشن. يبقى هات بين ويتنج. وهات ويتد ما تنفعنيش. فكرة ديوريشن يا جماعة فكرة هي تلخص لك كل الموضوع. يا جماعة انا عايز اقول لكم ان بوسك منها ازعة ومش بانة من الارض والكاميرا محفوطة فوق فهي بتحاول تدوس على الزرور بتاع الكاميرا وهي مش طيلة. فاحنا مضطرين ان احنا كل شوية نجيب لها كرسي ونحط ورا الكاميرا وانتم مش شايفين اللي انا بقولوا ده وهي دلوقتي ورا الكاميرا ملا بيتحك. وسيف قاعد. مسك الموبايل ومنفض لها. واحنا خلين احنا في شغلنا انا اشدعب الكلام فارغ لان انا بقولوا ده. اولا يا دكتور خبالك في اول بيتج في الملزمة ان فيه غلطة في اتباعة مكتوب لك يونيت تو بارت تو. صح? انت شيل بارت تو دي. وخليها بارت ايه? بارت وان. ماشي? الديفنيشنز بقى. التعريفات. اول ديفنيشن عندنا كلمة الجايزة. فانقالك تكتب لي جنبها كده بالعربي. جايزة رسمية. اكتب يا ادني متفرجش علي. الجايزة الرسمية اوورد. اوورد. جايزة رسمية. ام اللي يمستل لو جايزة مش رسمية. بتبقى اسمها مكافأة بقى. اسمها ري وورد. ضيفها عنك. الري وورد هي مكافأة غير رسمية. مكافأة على المجهود. يبقى فيه اوورد جايزة رسمية. وريورد اهو مكافأة على المجهود. المساهمة والانجاز اسمها كونتريبيوشن. كونتريبيوشن. اولا خبالك انها بتاخد فربي مش دو. ميك كونتريبيوشنز. يكون باسهامات. بتاخد حرف جاري تو. يساهم فيه كزا. والفربي منها اكتبه لنا كده عندك اسمه كونتريبيوت. كونتريبيوت تو يساهم فيه. كونتريبيوت تو يساهم فيه. المحاضر لكتشرر. لكتشرر. خبالك اللكتشرر ده الشخص المحاضر. لو شلنا الليتر ار اللي في الاخر ده. تبقى لكتشرر بس. المحاضرة نفسها. بتيجي بمعنى المحاضرة نفسها كناون. وبتيجي يكفر بمعنى يحاضر. يعني يلقي محاضرات. الفيزيست عالم الفيزياء. فيزيست. ده بيبقى اكسبيرت اين فيزيكس. خبير في الفيزيكس. الفيزياء زيكو كده. مش انتو خبراء في الفيزياء وبتحبوها. وبتنجحوا وبتجيوه فيها دربات جاندة. صح يا دولة. انت ان شاء الله بقى لما تنجح كده وتبقى عواد جامد في الفيزياء. تبقى في المستقبل ايه? فيزيست. عالم فيزي. البرجدس. البرجدس التعصب. وهنا بقى الديفنيشان مهم. بيقول لك البرجدس ده بيبقى انفير وانريزنبل اوبينين. انفير غير عادل. انريزنبل غير منطقي غير عقلاني. اوبينيون يعني رأي. يبقى ده لما تبقى رأيك. لما يبقى رأيك غير عادل وغير منطقي. يبقى انت بتمارس البرجدس. زي الزمال كوية مثلا. الزمال كوية شايفين ان الزمالك هو احسن نادي في الكون. هل ده انفير? هل ده فير? لا ده انفير. ده غير عادل. ده مش عادل ده ظلم اللي بقيت الان ده ايه? طب هل ده ريزنبل منطقي? لا ده انريزنبل ده كلام غير منطقي ولا يقبله عقلي ولا يقبله لرب ولا عبد يا رجل. عشان كده الزمال كوية مشهورين بالايه? بالبقى بالبريجدس. طب وانا دلوقتي الكلام اللي انا بقوله ده اسمه برضو ده تعصب عشان انا كده بتكلمه صراحة الاهلي. يبقى انا كلامي ده هل ده فير? لا ده انفير برضو. اللي انا بقوله ده انفير. طب هل انا بقول ده ريزنبل? لا ده انريزنبل. وفيه مدارس بيقول كلام ريزنبل نارد? مدارسين كلها الجنينة. طب يؤهل يؤهل الفير باسمه كواليفاي كواليفاي. لو شلنا الواي وخلناها اي اي دي كواليفايد. مؤهل. يقول لك هي اس كواليفايد تدو ده جاب. هو مؤهل ان يقوم بالوزيفة. المؤهلات نفسها اهي اسمها كواليفيكيشنز. كواليفيكيشنز المؤهلات. القدوة. رول موديل. رول موديل. محمد صلاح. محمد صلاح دلوقتي بقى رول موديل. بقى قدوة. نمطي. اسمها ستروييو تايب. ستريو تايب. ستريو تايب يعني نمطي يعني الشكل التقليدي. يعني مثلا ايه بالمدرسين? ايه الشكل التقليدي المدرسين? تلاقي المدرس شايل شنطته شكل النمطي هيا? يعني اللي هو في في ذهن المصري من من زمان. بتلاقي paarولا كان تعالو بصي الهم. اه. تلاقي المدرس شايل ايه? شايل شنطة. دا الصورة الزهنية القديمة. دا الشايل الشنطة تحت اه بطو كده. ومسك فيه دو عصايا. مش كده? وتلاقوه شكله كده مطرب وشعره منحكش وهدوم متقطعة. ده لي بتاع المدرسين من زمان. من ايام الافلام الابدوية سود. المتخيلين دايما همدرسين كده. طبعا انت مش روخ بالك ان اصلا الشنطة دي شنطة يعني اغلى من حياتك كلها. بس مش مهم. ها علينا. هو المهم ان الشكل الايه? الشكل النمطي. كويس? قولوا كويس. كويس. دي المهمة. حضرتك بقى لو كملت كده. هتلاقي فيه جدوى كبير اسمه كلمات وتعبيرات وحروف جر مجمعينهم كلهم عشان عارضك تحفظهم كلهم مرة واحدة. ماشي? تمام. بعد الجدوى الكبير الريدنج. الريدنج بقى النهارده يا دكتور عن ايه? الريدنج النهارده. الريدنج النهارده يا ولات. والله ناخد بريك نفس الشوية. احنا كده بقى لنا دقائق قليلة بتاها لي. خلينا شوية صح? خلنا شوية. الريدنج النهارده عنوانه فارست فور اجيبشن ومن. فارست فور اجيبشن ومن. خبالك فارست من دفلها اس. الفارست الاوائل. فور اجيبشن ومن. اوائل النساء المصريات. انا هراء معك كده سريعا. ماشي? احنا بنقرأ معك قلمك كده وعلم الحاجات المهمة اللي بتجي في الاسئلة. بيقول لك this week we are celebrating. فيربي celebrate يحتفل بي. معك قلمك بقى كده واشتغل انت والترجم كده تلنواسك حافظتهم. we are celebrating three remarkable اجيبشن ومن. هنحتفل بتلات نساء مصريات. النهارده رأخوا بنهم اتنين ومرة جاية واحدة. who broke down stereotypes. broke down stereotypes يعني حطموا الاشكال النمطية. والتعصب ضد المرأة. demonstrating. وهنوضح لك النهارده. فيربي demonstrate يوضح. that woman's place in society is important. وضع المرأة في المجتمع. كلمة place هنا يقصد الوطع والمكانة. مكانة المرأة مهمة. and continues to grow. continues to grow. يعني مستمرة في النمو. وضع المرأة عمالة بيزيد كل يوم. وفي عنوان تاني اسمه people who inspire. people who inspire. verbi inspire ده مهمة. people who inspire الناس اللي بتلهم. وهيجيب لك سيرة ستات مصريات. inspiring others. بيلهموا الاخرين. مين اول واحدة النهارده? اول واحدة هيلانا ولا هيلانا سيدرس. مش عارف انها بقول اسم صحة ولا غلط. سامحوني بقى لو بقولوا غلط. قال لك بورنس ناك كزا. مولودة. امتى? الاديكيشن بتاعها تعليمها. كان في لندن ميديكال سكول. ميديكال الطبي. مدرسة طبية. وبيقول لك هيلانا سيدرس was the first. خبالك الحين ترجع دي. the first Egyptian woman to become a doctor in modern ان يجي. خبالك ان كلمة the first كلمة the second كلمة the last الاول التاني التالت الاخير. الفربي اللي بعضهم بيتعامل two plus infant. عشان كده اتعامل التوبكام. والفكرة ده تكرر كتير. to become a doctor in modern ايجيبت. اول دكتورة مصرية. في مصر الحديثة. الباحسين والدارسين believe that she was the first. بستاني مرة اكارة نفسي فيك. the first arab woman to be a doctor. ادي تول ان في اتفا. she was born in the past simple passive. ولدت في. was born in tanta and was sent or silat. past simple passive. to london in 1992 to study mathematics. تدرس رياضيات with five other egyptian students. مع خمس مصريين كمان. however while she was there she decided to study medicine instead. وهي في لندن كراري. بدلا ما تدرس الماثيماتيكس تدرس المدسن. الطب. كلمة instead بدلا من ذلك. انا بتيجي في اخر الجملة كده بتاخدش حرف جر اوف. she was considered one of the first medical students. من اول الطلبة اللي يدرسه الطب. to study in england. in nineteen thirty after going through many obstacles. نايصها اس دي جما. عقبات. بعد going through. بعد مرورها بعد عقبات. she qualified as a doctor. verbi qualify as. تأهلت ك. as a doctor and returned to ايجيبت. where she opened a private clinic. private clinic. عيادة خاصة. خاصة بيها. she was treating patients. verbi treat. يعالج. with patients المرضى. ونفس الكلمة patient تبتيجي بمعنى صبور. until she was seventy years old لغاية ما بقى عمرها سبعين سنة. بعد التقاعد. بعدها بطلت شغل يعني. she started writing and translating stories. بدأت تكتب وترجم قصص for children للاطفال. الكاركتر التانية. الكاركتر التانية ده كاترة ياسمين يحيا مصطفى. اه حلوة اسمي ياسمين. بيقول لك بورنسنا كزا الاوردس. احنا قلنا من شوية الاوردس الجوائز الرسمية. قال لك واخده فيرست بليس in the intel science and the engineering competition. دي مسابقة للعلوم والتكنولوجيا. هي خلت فيها الفرست بليس للمركز الاول. ناسا named a minor planet after her family. كلمة name after. name after يعني يسمي باسم. يسمي باسم. هي سمه كوكب صغير على اسم قيلتها. يعني في عندنا كويك بصغير كده اسمه مصطفى. على اسم قيلتها. فيربي name after يسمي باسم. و minor planet يعني الكويك او كوكب صغير. تخيل كده لما كوكب او في حاجة في الدنيا تتسمى باسمك. تخيل الاتشيف منت ايه? تخيل كده بانت اسمك عمر مثلا في كوكب في السماء اسمه عمر. يعني انتم متخيل? عملوا كده ليه? recognizing her contribution to society. يعني recognizing her contribution. اعترافا وتقديرا باسهمها مساهمتها للساينز. بتاع تعليمها المعادي stem school. مدرسة المتفوقين. طبعا دي الاس short for science. التي تكنولوجي. الاي انجينيرينج. والام ماث. ما عادي stem school for girls. middle east technical is technical. يعني فني. مدرسة الشرق الاوسط الفني. احكيت ياسمين بقى. قالك ياسمين دي رول موديل. قلنا رول موديل ده اللي هو جيماء. اللي هو النساء الاعلى. for the the other Egyptian young Egyptians. she defied. وده اكسبريشن مهم. she defied stereotypes. يعني ايه defied stereotypes? يعني تحدد الاشكال النمطية. by moving to Cairo alone. جات من دميات للقاهرة alone لوحدها. to attend المعادي stem school. عشان تحضر في مدرسة المعادي المطفوقي. the CEO of intel Egypt said that. بص بقى الراجل مسؤول عن المؤسسة الدولية والمسابقة الدولية دي. بيقول ان ياسمين has received the unique owner. بيقول ان ياسمين تلكت unique owner. owner تكريم. unique يعني فريد من نوع مميز. adding that واضاف ان her success. اني نجاحها. in the field of scientific research. هنا كلمة field يعني مجال. في مجال scientific research البحث العلمي. is considered an achievement. بيقول ان ده يعتبر ايه? achievement. ده اعتبر انجاز. for all the Egyptian society. للمجتمع المصر. society المجتمع. and for intel which encourages youth. verbi encourage. يشجع. هما بيشجعوا اليوث او الياث. ده ما انت بتنطقها. الشباب. to be creative. كلمة creative يعني يشجعوا الشباب على الابداع. يبقوا الاختراع اللي كسبت بيه في المسابقة. was sparked by a? يعني الاختراع ده جات فكرته منين? شعلته? عارفين اشتعل وينباهر وبتاع? يعني الفكرة نوارت في دماغها كده منين? يقول لك by the need for cleaner water in her village. الاختراع بتاعها كان مبني على او جاي من فكرة احتياج قريتها للمين ريفه. she found that burning rice straw. هو ده الانفنج. burning rice straw ان حر اش الرز. هي وجدت ان برنين ريس استرو حر اش الرز. give clean water. ده بيوفر رمية نظيفة. وبروديوس ناتشرال فيول. بروديوس ينتج. والناتشرال فيول الوقود الطبيعي. which can be used to generate electricity generate يولد. والالكترستيك الكهرباء. ده بيستخدم في تولد الكهرباء. she says her school gave her the confidence. الconfidence السقة. هي بتقول ان المرسل ديتها السقة. to innovate. innovate. السقة انها تبدع. and to defy prejudice. تاني مرة تيجي. defy تتحدى. challenge. defy prejudice. وقالت I believe I can change the world. she proudly states. proud يعني بفخر. وستيتس يعني صرحت. صرحت بفخر وقالت I can change the world. انا اقدر اغير العالم. وكل واحد فيكو يقدر يغير العالم لو عايز. ده البراكتس اللي على الفوكابلري. ده الاكسرسايز اللي على الكلمات. بعد ما تحفظ يا دكتور تحل. وبعد كده الجرامر وحلو كده. على unit two part one. نشكركم. لحسن استماعكم. thank you. bye bye.